خلونا نبدأ سريعا بأخبار فريق كرة السلة في النادي الأهلي فريق شباب كرة السلة في النادي الأهلي تحت 18 سنة بقيادة المدير الفني أسامة السيد نجح في الفوز على منافسه وغريمه التقليدي فريق الزمالج بنتيجة 73-63 في إطار لقاء العودة من مباراة تحديد المركزين الثالث والربع أقيمت المباراة عصر اليوم على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية وبهذه النتيجة حصد النادي الأهلي المركز الثالث والميدالية البرونزية دون النظر أو انتظار نتيجة لقاء الكبار وتحديد المركزين الأول والثاني واللي انطلقت في تمام السادسة مساء على نفس الصالة وفي نفس ملعب المباراة اللي أشارنا إليها في البداية بين الأهلي والزمالك بالتأكيد ده ليس طموح الجمهور الأهلاوي أو أعضاء الجمعية العمومية أو مجلس إدارة النادي وكل القائمين على أمور الرياضة وكرة السلة تحديدا ولكن إن شاء الله القادم أفضل ومجلس الإدارة زي ما قلنا لحضراتكم في حلقتنا وتقطياتنا المختلفة مش بس من خلال برنامج إلعاب الصلاة ولكن بشكل عام عبر شاشة قناة الأهلي إن النادي الأهلي اهتم جدا بالصفقات ودعم فريق وقطاع كرة السلة هذا الموسم واستعان بمدير فني أكثر من رائع في الفيرست تيم أو فريق كرة السلة الأول في النادي الأهلي فريق الرجال الكابتن أشرف توفيق بخبراته الكبيرة وهو غني عن التعريف وعن سرته ذاتي الأكثر من رائع فضلا عن صفقات ودعم مالي غير مسبوك ودعم الفريق بمجموعة من أفضل العناصر لتكون قوة دافعة للفريق في كافة المنافسات المحلية والدولية إن شاء الله القادم أفضل وطموحاتنا بلا حدود وبلا نهاية فيما يتعلق بقطاع كرة السلة وتطويره في النادي الأهلي وإن شاء الله فريقنا كمان الأول لكرة السلة يستطيع أن يحصد نتائج ويحقق أرقام هذا الموسم على قدر التطلعات والتوقعات المناسبة لحجم الصفقات اللي تمت واللي النادي كان حريص جدا على دعمها والإنفاق عليها ماليا بالشكل المناسب ووفقا لرؤية الجهاز الفني وكان في استجابة كاملة لكل مطالب الجهاز الفني الجديد بقيادة دكتور أشرف توفيق بإذن الله ده ينعكس على النتائج وعلى الأداء في الفترة المقبلة